اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقتنا جديدا برنامجكم حديث عراقي في اطار اهتمام الناس بقضية الدولار وارتفاع الدولار مقابل الدنار العراقي والخوف الذي يسكن قلوب وعقول الناس ورؤيتهم على حاضرهم ومستقبلهم بسبب عدم قدرتهم على توفير سبل الحياة وتوفير ما يحتاج الحياة لاطفالهم لعوائلهم لما يحتاجون في اطار كل ذلك والناس لا تريد ان تسمع الا عن هذا الحديث وكيف يمكن ان ينتهي واذا بعمار الحكيم اللي هو احد رموز الحكم في العراق منذ عام 2003 لحد الان يخرج على الناس ليوجه انظارهم باتجاه اخر سبحان الله في حديث متناقض غريب عجيب ليس له علاقة بالواقع ليقول بالناس يقول حرية التعبير في العراق على مستوى الافراد والصحفيين والمؤسسات الاعلامية يتكاد ان تكون تجربة رائدة في المنطقة الله هو اكبر يعني هاي مثل ما قال المالكي اللي يريد ان علمه شون يكتب الدستور وشونو ان علمه الديمقراطية خليجين احنا حاضرين هاي التجربة الباعثة الرثة اللي من عشرين سنة دمرت العراق يعلموها للاخرين ايضا عمار الحكيم هذا اللا حكيم يتحدث عن تجربة رائدة في المنطقة اللي هي حرية التعبير في العراق على مستوى الافراد والصحفيين والمؤسسات الاعلامية اين هذه يا رجل؟ يعني مباشرة اللي يتحدث عن النظام السياسي تقولون عنه هذا يشيع الاكاذيب والفوضى هذا تابع لانظمة ودافع عن انظمة قديمة هذا من ايتام النظام السابق اذا لا يشتركون مجامع تشترك في مؤامرة وبعدين توصلوها الى ان هؤلاء يستهدفون الرموز الدينية والمرجعيات وبالتالي يتركون القبض عليه وترموه بالمحاكم وقضاء يعني حكم حكم مضبوط مثل ما تريدون وبالتالي خير المثال هذا الولد الشاب حيدر الزيدي اللي بالاخير اهلا راحوا على الحشيد وراحوا على فالح الفياض يتوسلون بي وفالح الفياض طلع بطل وقال لهم راح نتنازل عن القضية بس دير بالكم لاحد يتجاوز لاحد يتجاوز على المراجع لاحد يتجاوز على خطوط حمراء قال لهم 100 خطة حمر واذا كان في العراق قبل 2003 خطة حمر واحد والناس تعرفة وكنتوا تحدثون عن الصحافة بشكل واحد وعن رحض عرية الرئي بشكل واحد الان الف خطة حمر مليون خطة حمر وكل الإعلام يتحدث الإعلام الحكومي وإعلام الأحزاب يتحدث بالتوجه واحد دعاك من هذه المناقشات واحد يجتمل لاخ وماحد يسوي للاخ هذه جزء من مصرحية كاملة هذه جزء من بروباقندة لا يمكن قبولها لكن لأنه نتائجها شنو هي يعني صار لكم عشرين سنة يطلع واحد من البرلمان يقولاني حرام ويبقيت هلقيت فش سويتوا هذا يطلع واحد يشتمهم وش يسوه له ما هو جزء انتم من واحد يصير عصبي على اللاخ واحد يشقق قوراق اللاخ واحد يزعله ويذب المايك ويطلع وبالتالي ما سول الشيء هذه المسرحيات ملت من الناس لأن الكواتم جاهزة والاعتقالات جاهزة لمن تعرفون انهم يشكلون خطرا متظاهرين طلعوا بالشوارع كتلتة ألف واحد وجرحت تلاتين ألف وان حرية الرأي وان حرية التعبير وان حرية الصحافة هل يعرف اللاحكيم هذا الرجل أن العراق بالمرتبة 172 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة هذه السنة؟ هل يعرف؟ 172 من أصل 180 يعني بالمرتبة الثامنة الأخيرة في تصنيف حرية الصحافة بالعالم هل يعرف هذا الموضوع؟ يتحدث أن الصحفي المؤسسات الإعلامية تكون تجربة رائدة؟ هل يعرف أن أكثر من 373 صحفي قتلوا في العراق منذ عام 2003 لحد الآن؟ مذكرات اعتقالات الصحفيين والإعلامين والناشطين والكواتم هذه جزء من كل هذا العطار تهديد وخطوط حمر ومصائب والميليشيات جاهزة والمطارات جاهزة والقتل جاهز والاعتقالات جاهزة وانت تحدث لي عن حرية التعبير في العراق ومستوى الأفراد والصحفي المؤسسات الإعلامية تكاد أن تكون تجربة رائدة في المنطقة الله أكبر يا رجل يعني يقال إذا لم تستحق فعل ما تشاء أنتم لا تستحوا يعني هذا البلد المدمر يعني إذا كان بحرية التعبير بهذه الطريقة هذه البلدان اللي بيها حرية التعبير وبيها مؤسسات إعلامية وبيها صحفيين مخذر حريتهم وتجاربهم رائدة هذه بلدان متطورة بلدان مخدومة بلدان قادرة وسلطتهم هذه الإعلام سلطة رابعة مؤثرة تستطيع أن تسقط حكوماته وتسقط دول هذا واقع الحال أنت تضحك على الناس لأنه يوجد تلفزيونات ويوجد برامج ويوجد ما أعرف منه جرائد واحد يجتمل لك هذه الفوضى هي حرية التعبير أن أستطيع شتمك وتجتمني ونجتمل آخرين هي حرية التعبير مع الأسف الشديد ينظرون الأمور بعين يعني لا أعرف ماذا تسمى عين خادعة يحاولون أن يضحكوا على الناس يحاولون أن يديروا توجهات الناس اللي بوصلتهم إلى تجاه آخر الناس حير بلقمة العيش وإذا كانت حرية التعبير في الإعراض إذا كانت حرية التعبير وعلى مستوى الأفراد والصحفيين ومؤسسات الإعلامية بخير وهي تجربة رائدة ما كان وصل الدولار بهذه الطريقة ما كان سياسات اقتصادية ما موجودة سياسات عامة ما موجودة ما كان التناحرات ما كان الميليشيات الحاكمة ما كان العراق بلا سيادة ولا استقلال ما كان إيران تتغول به هذا واقع الحال أضحكون على العالم أضحك أنتوا تضحكون على نفسكم الناس ما عادت تستطيعون أن تضحكوا عليهم هذا سنة 2003 2004 2005 هذه انتهت راحت الآن هذا حديثكم هذه هواء في شبك لا أحد يصدقها ويضحكون عليكم لأن الكل يعرفون الحقيقة الشيء بالشيء يقاس أنت عندك حرية صحافة عندك خدمات جيدة عندك دولة جيدة مؤسسات جيدة سلطة الإعلام سلطة رابعة مؤثرة أضحكونا على العالم ما على الأسف الشديد يعني الناس تطلع شباب صغار يقولون هؤلاء تام النظام السابق أغلبهم مولودين ورا لأي 2003 شوك صار هؤلاء تام النظام السابق ما تقولوا لي اقتلتوا ألف واحد منهم شباب بالشارع بالألفين وصولة طاعة في ثورة تشريد اقتلتوهم بالناصرية وببغداد وبكربلة وبالنجف وسحلتوهم ثلاثين ألف واحد جرحتوهم وطارتوهم لحد الآن اتطاردون الناشطين وذيهم ومناطق كثيرة اللي يكتب لك كلمتين باحدة وسائل يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعتقلوه لا تثير حزازيات ولا تقول لنا وكثير من المحافظات موجودة ويعرفون نفسهم البعض من عندهم كتب يؤيد تظاهرات تشريد تم اعتقاله وراح بالسجون ما نريد احنا محافظات مننا علاقة وكأن العراق صار جزر مفصلة ويعني لا احاديث بينهم لا تواصل بينهم ولا جسورة بينهم والكل خلي حير بنفسه هذا واقع الحال يريدون يمزقون الشعب بهذه الطريقة ويجينا عمر الحكيم يتحدث عن حرية التعبير اللي هي تجربة رائدة في المنطقة على السف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزها المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى لذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم